بي بي بوزيتف لليوم معنا دكتور بيسر سري الدين اختصاصي على النفس الداخلي واجتماعي واساز جامعي موضوعنا رح يكون التفكير الايجابي او العمل الايجابي والفرق بينتهم اهلا وسهلا فيك مونجور كاتيا مونجور للمشاهدين كمان دايما يعني الدعوة لانه نكون بوزيتف ونفكر بطريقة بوزيتف وكأنه يعني هيك بسهولة يعني تجي الايجابية بس لها مجرد ما انه نقول انه مش شايفين السلبيات ونحن بس مركزين على الايجابيات بس عمليا على الارض ما بعرف قدم نصطدم بواقع مش كتير ايجابي هي صال المصطلح اللي عم نستعمله نحن انه فكر ايجابي think positively be positive كل هالمصطلحات اللي عم نستعمله فيها خطورة لانه هي السلاح ذو حدين في واحد الانسان يفكر ايجابي بعدين بيلاقي انه ما في الشيعة بيصير بحياته اليومية ما في الشيعة بيتغير النيجاتيفي موجودة السلبيات موجودة المشاكل موجودة فهوني منسأل انه مدى خطورة التفكير الايجابي اذا ما كان مع التفكير مقرون بفعل ومقرون كمان بانه نحن دايما نعمل examination للمشاعر طبعنا لانه فيه ثلاثة عناصر اساسية ليكون فيه تفكير ايجابي وحياة ايجابية او منطق ايجابي للحياة هي الافكار طبعنا مشاعرنا والاكشنز اللي نحن بناخدها بحياتنا لحتى نزبط الاشياء وهذا ما بيعني انه الانسان اللي بيفكر ايجابي ما في عنده فشل بالعكس الانسان اللي بيفكر ايجابي هو الانسان اللي بتكون نظرته للحياة بيفضل يشوف الاشياء الايجابية بالاشياء السلبية ونحن بنعرف من الانسان والسيكولوجي وصبع وحكينا عنهم بحلقاتنا الماضي انه اذا انا كي بدي يفسرها يمكن كمان احنا اوقات قد ما بدنا نفكر ايجابيا وبدنا انه نكون ايجابيين من سن نتخبه ورق الايجابية بدون ما نعالج السلبيات يعني السلبيات بتضلها موجودة بدل ما نجرب انه نعالجها ايجابيا بنكون بس عم نفكر ايجابيا والسلبيات بعدها موجودة فمنصطدم بعدين بيواقع كتير مر اوقات وهي خطورة طبعا انه نحن بنظل نفكر ايجابي والسبب انه بنحب نفكر ايجابي انه نحن بنكون ان كنترول بنسيطر على الاشياء اللي عم تصير حولينا وهي تبي ان كنترول هي المشكلة لانه الانسان ما في يكون عنده كنترول على كل شي بحياته الاشياء ممكن انه تصير بطريقة مختلفة غير اللي انا عم بشوفها فيها ولهذا السبب بصور في استضام مع الواقع هون انه ريالتي تشك او انت حقيقة يعني يكون عندي هالشعور الايجابي اللي يعني تاني نقطة اللي هي والشعور الايجابي اللي فيه فيه فكر ايجابيا بس دل حاسة حاليا انه من يعني بالداخل ما في شعور ايجابي اي نقطة كتير مهمة وبحب نقطة سلط الضوء عليها لاقول انه انا من طفولتي بسمع اهلي بيقولولي انه انت انسان فاشل انت انسان غير محبوب انت انسان ما رح يطلع منك شي انا باكبر بهاي العقلية اللي اريد ترسخت جواتي باللاواعي طبعي لما اكبر يمكن انسى التفاصيل الصغيرة اللي صارت بتفوتي بس لما اكبر انا بكون اوكي عم بفكر ايجابي عم بعمل كل اللي فيني اعمله يت فيه دايما فشل فيه دايما هالشعور بالاحباط فيه دايما هالشعور انه انا ما في اعمل انا ما فيني غير انا ما فيني اوصل لا لأنه اللاواعي طبعنا بعدنا ما علجنا فنحن بنعالج كمالا طريقة التفكير بنعالج بنفوت على الفكر الشخص بنشوف هو كيف عم بيفكر شو المعتقدات تابعه لحتى هو عم يتصرف بالطريقة هاي داي لما نزبط المعتقدات تابعنا ساعتها بيظبط التفكير تابعنا ساعتها بتصير انه المشاعر تابعنا والتفكير تابعنا والتصرفات تابعنا كل يأتي انهار مني بيصور فيه تناغم بيناتهم لما يصور فيه هالتناغم ساعتها منقول انه احنا طلعنا من بس تفكير ايجابي لحتى لوصننا لفاعل ايجابي هيدا فانه بنا نشوف كمان بالعقل الباطني شو عا بيصير لحتى عا بيأثر على تفكيرنا وعلى افعالنا وعلى مشاعرنا دايما اوقات بنروح بالاجابية كمان للأكسترام لدرجة انه يمكن فيه اشي عم نشوفها ايجابية ونظل عم نتعامل معها ونوجهها واوقات يمكن لازم نلغيها لحتى لنقدر يعني فيه اوقات فيه اشي لازم نشينا من حياتنا لحتى لتكون حياتنا ايجابية اكيد انه بتحكي عن مثلا اكيد 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 اذا فيه ناس بحياتك هنه عم يكونوا سلبيين لهالدرجة يا اما بدي حاول اني حط حاجز بيني وبينه لحتى ما خلي السلبيات تبعه نتأثر علي يا اما بدي ابعد عنهم بس فيه نقطة هون كمان حلوة ونذكرها انه ليش نحنا دايما منضلنا معلقين بالاشخاص يلي بيكون سلبية او منقول انه مثل سم بحياتنا لانه نحنا من دايما دايما عم نحاول نثبت لهيدا الشخص لاي نحنا مناح لاي نحنا احلى لاي نحنا لاي نغيد للنظرة تبعه فينا ولهايكي منوقع بكتير كتير مشاكل مع هود الاشخاص وتتكرر المشري لانه نحنا ما بنكون سبتنا حالنا والصورة تبعنا وضحناها قدام هالشخص فلهيكي من نحكي عن علاقات ودايما بيرجع الشخص لنفس الانسان السلبي لانه بده يسبت حاله بده يسبت هو على هذه كمان اكيد بالصدقات هيك بيشتير بس اوقات بتكون شغلة بالعائلة وأوقات بفرد من أفراد العالية ما فيك تبرم لدهرك ما فيك تبرم لدهرك بس فيك انك تحطي بتفكيرك انه انا ما رح اسمع لهذا الشخص انه يأثر علي بطريقة سلبية ويمكن اذا بقدر اشتغل انا ويه بطريقة ايجابية اذا بقدر انا اعمل رول مودلينج فرجيه الطريقة الايجابية بالتعامل يمكن هالشخص يقدر يغير واذا ما اقدر اغير انا بدي يكون متصالح مع نفسي لدرجة انه يقدر انه تساقت اتأقلم مع الوضع بدون ما خليه يعكس علي سلبية بكل الوقت شو هي الاشياء اللي بنا نرجع فيه على وراء ونرجع لمعتقداتنا شو معقول يكون فيه تأثير على شخصيتنا يلي بيقدر يخلينا ما نكون عم نقدر نكون ايجابيين او نشعر بالايجابيين تجاربك بالحياة المجتمع اللي نحن عايشين فيه الدين طريقة التربية بالمدرسة اذا كانت دائما الناس يقولونك انه انت مش حلوة انت فاشلة شو ما عملت هالاشياء اللي ما نضلنا نسمعها واضغوطات الانفايرومنت الدين كل هالاشياء هاي كل هالعوامل بتأثر على الاكسبيلينسيز تبعنا لما نكبر وهذا بيترسخ باللاواعي نحن نكون نسيين للتفاصيل بس التفاصيل موجودة نحن بعدنا محليناها لهيك اهم شيء انه نقدر نطلع الأشياء المخبية على لنقدر نعالجها لما نعالج الأشياء الفيك اصممشنز يعني هادي الليمتنج انتربيتشن تبعي للحياة تختلف اذا النكران ما بينفع النكران مش يعني ايجابية بثير ناس انا بشوفهم بيجي لعندي على الكلان بيقولولي انه عايشين بحياة تانية مثل ما قبل ما طلعنا على الهواء مثل واحد نعامي حتى راسه تحت الأرض انه ما عابتشوف اي شيء تاني عابتشير حوالي هذا اكيد ما بيزبط يعني هذا انا عم بهرب من الواقع تبعي ما عاببواجه يعني دي بدأونا بأعمق نفسي ماني مرتاح ماني مرتاح وما راح حل المشتلي والمشتلي لحي الالكسبرينس راح يضل يعيد حاله لحتى انا اطلع منه هاي اذا اطلعت منه اذا اجتني الفرصة بحياتي انا اطلع منه بعدين انا بيقولولك انه اوكي انا حوالة يوم ويومين وثلاثة او مثلا نصلي شهر عبفكر ايجابي بس ما في شيء بتغير اكيد لانه الفكر الايجابي بدك تتعود عليها شوي 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 ومش معناته انه الشخص الايجابي انه انا دايما مفسوط انا دايما سعيد انا ما عندي مشاكل انه انا ما بحزن ما بغضب ما كذا بالعكس الشخص الايجابي واللي عنده منطق ورؤية ايجابية للحياة بيسمح لحياله انه يمر بهالعواطف اللي هو فيها بالوجع بالألم بالحزن بيسمح لحياله يمر فيهم لانه هاضي هنه العواطف اللي بتغير الاحاسيس لانه العواطف هي اكتر بالجسم الاحاسيس هي على مستوى المنتل مستوى الفكرية اكزاكتل فلما غير المنتل 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 تنجز الانه هاي حكينا عننا قبل كمان اذا انا بآمن وشدد اذا انا بآمن انه انا عندي الطاقة انه اقدر اغير حياتي معناته لانه رح يجي فرصة لقدر غيرها بس فيه للأسف انه اكتر ناس فقدوا الإيمان تابعهم الإيمان بذاتهم من وراء يمكن يكون من وراء تجارب منروفية يمكن يكون من وراء تفلطهم يمكن من اثوة الحياة لانه طبعا الحياة مش من منها سهلة وخاصة هلا الايام هادي فيه كتير ضغطة عبر حال انسنت يكون عندها سقا بحاله وإيمان بحاله بيتمسك بكل واحد بيتمسك بشي معين مزبوط يعني بيحاول يتمسك باشي معينة ايجابية بحياته الناس بيتمسك بديانتهم الناس بيتمسك وبالعكس بنظرة اهلهم لانهم يلا تكون ايجابية يعني كل الانسان بيتمسك بشي مزبوط كل الانسان بيتمسك بشي بس نرجع للشخص هو ذاته اذا الشخص ما اشتغل على حيله اذا الشخص ما حاول انه يعمل يفكر انه انا بدي فكر بأفكاري بدي حل لا انا انا اتفكر بالطريقة ليه انا كل مرة بيصير هيكي مشاعري بتتحرك بالطريقة هاي انه بدي حاول اربط الاشياء بدي حاول اربط التفكير مع المشاعر مع الفعل طبعي لحتى اقدر افهم الصورة كاملة غير هيكي ما بقدر افهم ما بقدر اعرف ليه عبتصير معي خلل بالطريقة اللي انا عبشوف فيها الحياة لان نحنا بنعرف الحياة ليست كما هي هي نحنا كيف عم نشوفها بس فيه ناس كمان عندهم حساسين اكتر من غيرهم يعني بتأثر فيهم الاشياء اكتر من غيرهم يمكن بيمرؤ حيالها مشكل خلال النهار او حيالها شي مش كتير مثالي خلال النهار ما يأثر بشخص بس بشخص تاني بيأثر لفترة طويلة طبعا هي كاركتور كمان اكيد الشخصية الفارد كتير بتأثر على كيف هو بينظر للأشياء اذا انا وكلمة بتجيبني كمان هون فيه مشكلة لان بدي شوف انا انه حساسيتي اداعة بتأثر علي سلبيا فكمان بدي حاول انه اشتغل مع الحساسية تبعي بطريقة ايجابية منطقية لحتى اقدر انه غيرها بس ما بيعني انه انا غلط ان يكون حساس ما في شي غلط وصح فيه انسان يكون حساس فيه ممكن اشخاص ما بتفرق معهم اي شي بس بنفس الوقت عايشين قطعص حياة لانه منهم قادرين يعملوا تغيير بحياتهم امتى يعني العلم بيقدر يكون عم يساعدنا كيف بيقدر يكون عم يساعدنا اذا كل شخص عنده يعني فرديته عنده طريقته شو اللي بيخلي الاختصاصيين يقدروا يساعدونه هلا الاختصاصية بيقدر يساعدوك بكتر اشي اهم شي انا لعب بحس هالأشياء هذي انا لعب هالأشياء اللي عبتصير بالعالم الخارجي عبتكون تريجر لقلي او حافظ لقلي حافظ سالبي لقلي ان اتصرف بهالطريقة يعني بيصير مثل فعل ورد فعل متى ما انا فهمت نفسي انا كيف انا وكيف بفكر وشو بحس ووربط الافعال والمشاعر والافكار مع بعض بقدر بكون يمكن انسان اكتر بقدر انا اتحكم بالاشياء بحياتي يعني بطل انا افكتم اف المشاكل اللي عبتصير بحياتي بصير لأ انا عام انكنترول انا بطل ضحية بصير الاشياء بيدي انا فيني اتحكم فيها وبرجع عبعيد لما اتحكم فيها ما بيعني انه في فشل ما بيعني انه ما في فشل يمكن يوقف مرة بس ما بيوقف يعني مش كل مرة بيوقع بيقول لحيله انا انسان فاشل انا انسان فاشل وما بقبض يوقف بيضل يحاوي 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 وقالهم this is a positive outlook on life لانو الوعد الولد بهال عمر الصغير ما بيكون كون افكار سلبية عن الحياة بيكون مأثر بأهله اكيد تأثير الاهل على الولد كتير كمان انا مهم ومنسلط ضوء علي انه كتير مهم انه نعمل رول مادلينج للولاد ونفرجين انه لو صار فيه غلط لو صار فيه مشكلة انه الحياة ما بنتنتهي هون وفيه دائما حلول تاني لانه هذا بالسلم يفكر ايجابي دائما بيكون بيفكر بطريقة فيها حلول الانسان اللي بيفكر سلبة دائما بيكون التركيز كله على المشكلة طبعا كل الوقت كل الوقت اللي انا بفكر بالمشكلة طبعا ما رح ادر حلها يعني اينشتاين قال انه المشكلة بتصير بفكرنا اذا انا بدي حيول ظن يفكر فكر 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 بالموضوع ما رح ادر حل شي بدي ريح شوي بدي حيول ايجي من مختلف لأدر افهم شو عم بصير كيف المحيطين بقدر يساعدوا الشخص عنده هالمشكلة فيه تأثير يعني ممكن يكون ايجابي من المحيطين اذا كانوا حابين يساعدوا هالشخص اكيد التشجيع عدم الملامي لما الانسان يوقع لانه عندنا لما توقع اللوم كتير شبير دغري يبلش انه ما الحق عليك ما انت لو عملت هيك انه هاي الكلمات كتير بتأثر سلبي على الشخص وبتخليه هو يصور عنده ناجتف سلف توق وكل ما انا عم فكر بطريقة سلبية انه انا انسان فيش البي قلي انه انت مرح يطلع منك شي اما عابد قلي انه شوف خيك كيف عبي 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 واللوم يجيب ندم على الاشيال المية بالمية فيه فرق بين انه تفيل قلتي كمان هون اهلا عملتح شوي على الموضوع انت تفيل شين قلت از قلت انه انا حس انه عملت غلط وبيدي يصلح شين از لما حس حيلي انه انا انسان مش منيح ازان بالنهاية ما بكافي نفكر ايجابيا بدنا نشتغل على ايجابية لحتى تصير واقع ونشوف دكتور ميسر سري الدين اهلا وصلا فيك اختصاص العلم نفس داخلي واجتماع شكرا لوجودك معنا شكرا ونرجع من تابع لايف